حالة من الجدل عاملها مربوحة او الفنانة رحمة احمد نجمة الكبير او الجزء السادس وكمان الجزء السابع بعد عرض الحلقة التانية من مسلسل الكبير او الجزء السابع في تاني يوم رمضان بدأنا نشوف بوستات كتير على الفيسبوك هجوم على مربوحة والهجوم زاد من امبارح للنهاردة وفي وسط عرض الحلقة التالتة عشان يبقى الفيسبوك كله عبارة عن هجوم عن مربوحة كل ما تقلب على صفحات كتير جدا ونفس الكلام بيكرره وبدأنا نشوف فنانين كتير زمايا المربوحة او زمايا الرحمة احمد بيدفع عنها وبيتهموا اللي هم بيهجموها بانه هم حملة ممنهجة مدفوعة عشان خاطر تهاجم رحمة احمد عشان خاطر ان مسلسل الكبير او الجزء السابع يفشل وزمايا لها دول اللي بيدفع عنها قالوا ان الحملة ديت ما كانتش هتتم لو هي شخص فاشل لكن هي عشان شخص ناجح وناجح جدا شفنا كمية البوستات دي اما بقى عن رأيي الشخصي ففي الدايرة المحيطة ناس كتير جدا من اصدقائي ومن معارفي بيحبوا دور مربوحة وبيتورجوا عليها وانا شخصيا بستمتع بالدور وبدأ لكن في بعض النقد الموجه لها بالتأكيد موجود فعلا لكن مش بالسوق اللي هم مصورينه في البوستات الكتير اللي بتتشير على الفيسبوك يعني اه هي عملت حركة او حركتين من حركات اسماعيل ياسين واه احنا في الفين تلاتة وعشرين وانا شايفه مش عيب اسماعيل ياسين يضحك في كل الاوايات والحد الوقت الناس كتير بتتفرج عليه وبالدتحك وكمان اه في ساعات مشاهد بيبقى فيه صراخة عالية او صوت عالي بس ممكن المشاهد منتطلب كده وممكن ده بيعمل ضحك وممكن ده بيبقى فرشة بشكل خاطر احمد ميك يقول الفيه واه انا مستمتع السنازي بمسلسل كبير او لحد الوقت الحلقتين اللي اتزاعوا او التلاتة حلقات اللي اتزاعوا بالنسبة اللي جيدين جدا ومش حقيقي ان المشاهد اللي بتظهر فيها مربوحة كلها بتبوز الضحكة او بيبوز الانبساط اللي موجود بالعكس احنا عندنا اصلا الكوميديانات عموما عملة ندر فلاش نهدم ان واحدة طلعة مقوعدة كوميديانة وعدة وقدرة ان هي الدحكة خصوصا ان احنا عندنا نقص كبير جدا في الكوميديانات او الناس اللي بتدحك من الستان حتى كان اخيرهم ياسمين عبدالعزيز وشوفنا ان هي اتجهت للدراما العادية وبقيتش تعمل زي الاول افلام كوميديا زي ما كانت بتعمل انا شايف بلاش اسوأ على رحمة احمد او على مربوحة وشايف ان نستنى ونتفرج على الجزء كامل وكمان في اعمال تانية كتير لان ده تالت عمل لها او رابع عمل لها حتى لو انت رأيك ان هي في الجزء دوت مش عجباك او ان هي ده مش مستوى الطموح او السقف اللي انت كنت حطه لأداءها التمثيلي بالرجوع طبعا للجزء السادس اللي عجب الناس كلها او عجب كتير من الناس ده مش معناه ان يكون حكم انهاية عليها او انهاية ده يكون بالنسبة لك خلاص ما بقيتش تدحك فهتفضل ما تدحكش طول العم مستنيين بقية الحلقات وان شاء الله بتقدم حاجة كويسة وتعجب الناس وتقدر ان هي تغير فكرة اللي مش عجبهم فعلا واتمنى ان هي تطلع مش حاملة فعلا ان ازاية الناس مش بالسهل يعني ان حد يدفع فلوس عشان خاطر يهدى بحد ده حاجة صعبة جدا اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واتمنى اشترككم في القناة والسلام عليكم